عزم مشترك على إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي تجمع الرباط وأبوجة في أقرب الآجال يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بأنبوب الغاز الإقليمي الذي يمتد على طول يناهز 5660 كم والذي تم تحديد كلفته في حوالي 20 مليار دولار من المنتظر تشييد الأنبوب على مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها خلال السنوات القادمة مسار مختلط بين البر والبحر جرى اختياره لأسباب ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وقانونية وأمنية سيمر هذا الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيرليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا وسينيغال وموريتانيا في أفق الوصول إلى أوروبا أحد أكبر الأسواق العالمية استهلاكا للطاقة والغاز الطبيعي مشروع آخر يجمع المغرب ونيجيريا وهو مشروع إحداث وحدة صناعية لإنتاج الأسمدة بشراكة بين المكتب الشريف للفصفات ومجموعة الملياردير النيجيري دانغوت بقيمة استثمارية تناهز ثلاثة ملايير دولار ومن شأن هذه الوحدة الصناعية أن ترفع من مردودية الزراعة بهذا البلد الفلاحي الذي يتوفر على 84 مليون هكتار صالحة للزراعة وعلى موارد مائية مهمة لا تتحدث أبوجا والرباط لغة الاقتصاد فقط بل يسعى البلدان لتوسيع أفاق التعاون وتعزيزها في كافة المجالات ومن أبرزها المجال الروحي وتضاف نيجيريا إلى قائمة البردان الإفريقية التي يستفيد أئمة مساجدها من تكوين بالمغرب بعد أن جرى التأشير على طلب المجلس الإسلامي وهيئة الإفتاء بنيجيريا وتسعى أبوجا إلى الاستفادة من التجربة المغربية في هذا الإطار والقائمة على نموذج ديني وسطي ومعتدل أثبت نجاعته في التصدي لنزاعات التطرف